تحديات الشق العسكري تهدد مجدداً بإفشال اتفاق الرياض بحلول السادس عشر من شهر ديسمبر الجاري تدخل مهلة الأسبوع التي حدثتها السعودية للإعلان عن تشكيل الحكومة يومها السادس في ظل توتر أمني خطير في محافظة أبيان مهد على ما يبدو لاستقدام قوات جنوبية أخرى للعمل كقوات فضي اشتباك في هذه المحافظة التطور الأبرز على صعيد تنفيذ الشق العسكري من اتفاق الرياض المتعثري إذن هو إعلان ألويات العمالقة وهي قوات جنوبية تعمل بالوكالة لحساب التحالف السعود الإماراتي وترابط في الساحر الغربي للبلاد أنها تلقت توجيهات من هذا التحالف بالتحرك إلى محافظة أبيان للعمل كقوات فضي اشتباك في كل من الشيخ سالم الطرية في مهمة يتولاها القيادي السلفي العميد عبد الرحمن أبو زرع المحرمي وطبقاً لسياسة استبقاء الرهائن من جانب أبو ظبي فإن المحرم واحد من عشرات القيادة الجنوبية التي تعمل تحت إشراف الإمارات استبقى أسرته في أبو ظبي لتتأكد هذه الأخيرة بأنه سيبقى مخلصاً لتوجيهاتها وعلى نحو يلقي بظلال من الشاك على حيادية قوات فضل اشتباك التي باتت تعرف نفسها بأنها قوات حفظ السلام استقدام قوات العمالقة إلى أبيان تأتي غداة تطور عسكري خطير أعاد أجواء الحرب إلى جباهة المواجهة في أبيان بعد أن أقدم المجلس الانتقالي على تسليم المقار الأمنية في مدينة الزنجبار العاصمة الإدارية لمحافظة أبيان لقوات تابعة للحزام الأمني كما أن هذه القوة أعلنت ولائها المطلق لله وللوطن وشعب الجنوب تم هذا الأمر تحت غطاء وفره القائد المنشق لقوات الأمن الخاصة في محافظات عدن أبيان ولحج اللواء فضل باعش في محاولة يرغب من خلالها الانتقال في عدم تسلم قوات الأمن الخاصة المتواجدة في شقرة للمقار الأمنية في المدينة وكانت تلك القوات قد أخرجت من زنجبار إثر مواجهات قادها ضدها اللواء باعش بعد إعلانه الانضمام إلى المجلس الانتقالي خطوة وصفها ضباط قوات الأمن الخاصة في بيان لهم بالمهزلة التي يديرها المدعو باعش مع مجلسه الانتقالي والذين دأبوا طوال الفترة الماضية على تضليل الشارع الجنوبي بشعارات الهدف منهجن مكاسب شخصية والبحث عن المناصب على حساب أبناء الوطن وفقا للبيان يلحظون يراقبون رغبة بإجراء التحالف للاستغراق في مسألة فضل اشتباك في محافظة أبيان وصرف الأنظار عن النقطة الجوهرية في الشق العسكري والمتصلة بسحب قوات الانتقال من عدن قبل الإعلان عن الحكومة المقبلة اشتركوا في القناة